المساءلة عن الانتهاكات الجنسيمة للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر أساسي لصون السلام الدائم في سوريا هذا ما أكدته وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزميري دي كارلو في جلسة بمجلس الأمن حول تورط النظام السوري بارتكاب جرائم إبادة وعنف جسدي بحق المعارضين للنظام السوري على الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج عن جميع المعتقلين أو المختطفين تعسفاً وبشكل عاجل النساء والأطفال والمرضى وكبار السن أكثر من مائة ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ عام 2011 والنظام يتحمل المسؤولية بشكل أساسي عن هذه الجرائم ومع ذلك لا تملك الأمم المتحدة إحصائيات رسمية دقيقة حول كامل الجرائم المرتكبة بالبلاد نظراً صعوبة الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في سوريا وطالبت أمينة خلاني مجلس الأمن بالقيام بواجبه تجاه المحتجزين وأسرهم لقد خذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعتقلين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل تقع على عاتقكم مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي في انتهاك واضح وممنهج للقانون الدولي ونقشت الجلسة حالة النساء كضحايا مباشرين وتتحمل النساء في ظل ظروف الحرب والاختفاء عبء مسؤولية أسرهن على هذا المجلس إصدار قرار بالضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف المتناحرة للإفراج فوراً عن قائمة تضم جميع المعتقلين ووقف التعذيب وسوء المعاملة وشهدت الجلسة دعوات للإفراج عن المعتقلين تعصفاً والكشف عن المعلومات حولهم وتقديمها لعائلاتهم تنفيذاً للقانون الدولي